اهلا وسهلا بكم في الجزء الثالث من المحاضرة الاولى من مقاررة تقنية تصوير طبي انا الدكتور ياسر مصطفى قدح انا استاذ الهندسة للحيوية الطبية بجامعة القاهرة احنا بترينا نتكلم في المحتوى المحاضرة دي بترينا نتكلم على ما هو تصوير طبي ودينا نبذة عن تاريخ تصوير طبي في المحاضرة الاولى وبدأنا في الكلام على الاتجاهات العامة لتقنية تصوير طبي في المحاضرة الثانية في المحاضرة دي هستكمل الكلام على الاتجاهات العامة لتقنية تصوير طبي في المرة اللي فاتت كلمنا في الاتجاهات العامة لتقنية تصوير طبي وكلمنا على الجزء بتاع التصوير التشريحي المرة دي هنتكلم على تصوير الاواية الدموية تصوير الاواية الدموية هنقدر نقول عليه ان هو نوع من انواع التصوير التشريحي مختص فقط بالاواية الدموية بيختلف التصوير العواية الدموية ده عن التصوير التشريحي لان هو بيتطبع بطورة مختلفة وان هو بيقدر يميز العواية الدموية دون باقي الانسجة يعني ممكن نحصل على صورة بالشك ده كده دي صورة للشبكية بتاعت العين بنلاقي فيها ان الاماكن بتاعة العواية الدموية اللي موجودة فيها بقت مميزة جدا عن الخلفية اللي هي عبارة عن الشبكية نفسها اللي هي الخلال العادية بتاعت الشبكية طبعا التمييز دوت ممكن يتم عن طريق حقن بعض الصبغات وممكن هو يتم عن طريق بعض التقنيات اللي مستعملة في طول التصوير نفسها اول مثال للتصوير القواية الدموية هو تصوير القواية الدموية الموجودة في الرأس والرقبة في المثالين دول الحقيقة احنا شايفين ان احنا بنحق انصبغة معينة بتتحين عن طريق الاوريدة وتوصل للقلب وبعدك القلب بيدخها بطريقة يعني طبيعية في القواية الدموية اللي موجودة في الرأس والبطريقة تظهر لنا بشكل واضح جدا في الصور اللي احنا مصورينا هنا دي طبعا الصورتين دول هم صورة لنفس الحاجة تقريبا بس هنا الوضع بناخد وضع جانبي وهنا بناخد وضع امامي بحيس ان احنا نشخص من الوضعين دول اذا كان فيه اي تغيرات شكلها مش طبيعي او اي مثلا انسدادات او اي مثلا يعني وجود مثلا اي تورمات او عدم يعني يعني سريان الدم نفسه يبقى فيه مشاكل في اجزاء معينة ايضا ننميزها بان احنا نبص على الصور دي طبعا الصور دي مسميها الصور دايناميكية يعني بتبين لنا التغيرات اللي بتحصل او السريان بتاع الدم اللي بيحصل مع الوقت شكله عامل ازاي بالنسبة للرأس والرقبة طبعا احنا ممكن بعد ما نخلص الصور دي بعد ما نوصل للصبغة اللي احنا حطنا توصل المخ ممكن في الحقيقة ناخد الجزء بتاع المخ نفسه ونعالج الصور بتاعته بحيث عليها صورة في منتهى الدقة ومنتهى يعني كل الحاجات اللي هي ما نهياش علاقة بالعوايات الدموية ما تبقى مختفية خاصة في الصورة دي الحقيقة كل الصور دي ممكن نخصر عليها عن طريق الريماناتيسي ودي صور بتاعته تبقى الحقيقة منتشرة جدا في تشخيص الاوايات الدموية اللي موجودة في المخ طبعا لو تخيبنا ان المريض دوت وده في الحقيقة يعني ده شخص طبيعي لو كان عندنا مريض في عنده مسلا جلطة في المخ ولا حاجة هنلاقي ان فيه عندنا ل وطبعا ممكن تمائز لنا اي اجزاء ضعيفة مثلا في العواية الدموية او اي اجزاء شكل انها محتاجة ان هي يعني يتم مثلا دراستها لان فيها مثلا سدادات معينة وطبعا الحاجات دي كلها او فيه جلطة مثلا افلى بعض العواية الدموية دي كلها ممكن ببساطة عن طريق التقنية دي نقدر ان احنا نشوفها في صور العواية الدموية برضو ممكن حقيقة نصور القلب والرئة بصفة خاصة ممكن نصوره بنفس التقنية بتاعت الراني المناطيس زي ما شفنا كده هنا برضو بنشوف ان السابقة بتيجي من الاوردة وبعد كده ندخها طبعا فوزة زي ما شفنا قبل كده في الرقبة وفي الرأس وبردو هنا بندخها طبعا طريق دورة الدموية الصغرى بتضخ طبعا للرئة علشان يحصل يعني تبادل الاكسوجين والثاني اكسيدي كربون في الرئة فممكن برضو نميز لو فيه اي مشكلة عندي في الرئة ممكن برضو نميز في العواية الدموية بتاعت الرئة اذا كان فيه اي مشكلة وتبالينا في منطقة الوضوح وبردو لو كان فيه عندنا اي مشكلة في العواية الدموية الكوبرة زي الاورتة زي الهاجات اللي هي اللي هو اللي هو الشريان الرئوي او اي واحدة من العواية الدموية اللي موجودة نقدر نلاحظها بمنطقة الوضوح الحقيقة في الصور زي كده الحقيقة في الاشاعة المقطعية ممكن ان احنا نحقن السابقة دي وممكن بعد كده نطلع صور ثلاثية الابعاد ما داش نطلع بقى صورة دايناميك زي كده ما داش نطلع صور دايناميك زي كده لا ممكن نطلع صور يعني ثلاثية الابعاد للقلب وللقواعي الدموية بعد ما نكون خلاص طورنا يعني تبقى بعد ما نشوف الصورة او بعد ما يكون تصوير تم يعني عندنا نموذج لشكل القلب وكل الاواية الدموية اللي موجودة معاه وده الحقيقة ابتدت الناس يستعملوا الحقيقة حاليا في حاجة بيسموها القسطرة الافتراضية اللي هي فيها بدلا ما بنعمل قسطرة قلب باستعمال يعني حاجات جراحية تدخل جراحي ممكن دلوقتي ان احنا نعمل طريقة تشخيصية من خلال النموذج اللي تم الحصول عليه بالتصوير الطبي اللي هو بيبقى حاجة بالشكل ده كده ونبتدي مثلا ندخل احنا فيه يعني نقدر نبص جوه الشريان دوت اللي موجود فيه بالظبط ونقدر نماجز اذا كان فيه انسداد ولا ما فيش انسداد ونقدر نشخص منه الحقيقة نفس الحاجات اللي احنا ممكن نشخصها من القسطرة التشخيصية اللي موجودة وانتشر الحقيقة استعمالها في الوقت الحالي طبعا ما نقدرش طبعا باستعمال التقنية دي احنا مثلا نعمل علاج مثلا زي ان احنا نحط مثلا يعني اللي هي يعني بعض الحاجات اللي بتسعمل عشان مثلا تفتح الشريان او كده بس برضو مهم جدا ان احنا نقلل تدخلات جراحية في الاغراض التشخيصية يعني ما يفقش ان انا مثلا المريض مثلا عايز اتأكد اذا كان عنده انسداد ولا لا اعمله عملية جراحية عشان اشوف لا انا ممكن اعمل اشعة بالتاكل اللي احنا بنكلم بيه دلوقتي دوت ونشوف اذا كان فيه انسداد او فيه اشتباه في انسداد ممكن ساعتها يبقى فيه تدخل جراحي علشان لو كان فعلا ثبت ان فيه انسداد فعلا ممكن يتم العلاج با 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 نحنا نحط يعني دعامة او اي حاجة من الحاجات العلاجية اللي ممكن تستعمل في اوضاع زي كده برضو ممكن نستعمل تصوير الاواية الدموية ده في ان احنا نعرف حالة الاواية الدموية في الاطراف عاملة ازاي دي صورة للاواية الدموية اللي موجودة في الرجل يعني ده دور الرجلين بتوع شخص يعني سليم وطبعا واضح كده كل الاواية دموية واضحة بمنتهى الوضوح وممكن ان انا خليها تلف بشكل 360 درجة بحيس اقدر اشخص الاواية الدموية دي في يعني في وضع ثلاثي الابعاد بحيس ان انا لو كان فيه اي مشكلة في مكان معين اقدر اميز مكانها ثلاثي الابعاد فين بالزبط ممكن طبعا بردو ان انا استعمل تقنية تانية يبقى فيها بح انسابغة وممكن انسابغة دي تبقى واضحة بالنسبة لي بالشكل ده كده ممكن اشوف الاواية الدموية اللي في الكف شكلها عامل ازاي طبعا التقنية دي مستعملة فيها الاشعاء السينية دي مستعملة فيها الرجل المراطيسي طبعا منلاقي ان كل واحدة فيهم لها طبعا مزاياها ولها عيوبها وطبعا كل واحدة فيهم لها استعملات مختلفة هنا لو كان في اي تغيرات مرضية داخل الانسجل الموجودة بتاعة الكف مثلا لو مثلا حد عنده سكر هنلاقي عندنا بعد فترة لو مضاعفات السكر ممكن نلاقي ان العواية الدموية هنا بتدت تبقى ضعيفة وبتدت يبقى الصراعين الدم فيها مواش كافي فممكن دي تظهر لنا بممتع الوضوح لو احنا صورناها بالطريقة دي طبعا هنا برضو نفس الكلام ممكن نصور بها برضو بعض الحاجات الاخرى اللي ممكن برضو نظهر فيها تغيرات المرضية بمنتع الوضوح بالنسبة لطباء عشان يشخصوه احد الطبيعات الهامة جدا بالنسبة لتصوير العواية الدموية هو قياس سرعة تدفق الدم يعني بس ان احنا ندر نشوف الوعاء الدموي وندر نعرف اذا كان شكله طبيعي ولا مش طبيعي لا احنا ممكن نش بص داخله ونشوف سرعة الدم اللي موجودة فيه قد ايه دي بتفدنا يعني تدينا كذا معلومة الحقيقة يعني ممكن بعض التغيرات المرضية اللي موجودة في العواية الدموية ممكن يبقى شكل الوعاء الدموي نفسه ما اختلفش كتير بس ممكن يبقى فيه من خلال قياس سرعة التدفق الدم فيه ممكن يظهر لنا لو فيه اي لخبطة فيه الشكل بتاع السرعين الدم فيه يظهر لنا عطولنا فيه حاجة مش طبيعية موجودة فيه فده مثلا يعني بنبص على الكاروتد ارتري مثلا اللي هو موجود عندنا في الرقبة اللي هو واحد من القواية الدموية الهامة اللي بتنقل الدم من القلب للمخ ممكن احنا ناخد مكان معين فيه ونرسم له حاجة زي رسم بياني كده يقولنا السرعة بتاعته عامل ازاي مع الوقت فطبعا كل ما كان الرسم ده شكله منتظم وكل ما يقلل لخبطة فيه ما يبقاش الشكل بتاعه يعني يبقى خطه رفيع كده بالشكل ده كده كل ما سنتجنا ان الشكل السرعين الدم هنا منتظم لو احنا اخدنا مكان تاني مثلا هنا ده في الكبد هنلاقي ان احنا في بعض الاماكم نلاقي ان فيه هنا لخبطة شكلها مش لطيف كده شكل الدنيا هنا ان فيه حاجة شكلها مش طبيعي دي ممكن تدلنا ان احنا عندنا مشكلة في المكان ده يعني ممكن المكان ده يبقى هو نفسه يعني ممكن يبقى فيه مثلا انسداد بطريقة معينة او فيه مشكلة بطريقة معينة بحيث ان احنا نحاول نعمل لها بعد كده دراسة اعمق شوية علشان نعرف سبب التغيرات دي ايه فيعني كون ان انا اقدر احدد شكل الوعاء الدمه ينفسه بلون معين واللون ده يبقى بالنسبة لي يقول لي شكله عامل ازاي ومش بس كده اقدر ااخد الحاجة او ااخد مكان معين جواه واقدر ارسم له شكل التدفق بتاع الدم فيه عامل ازاي دي حاجة طبعا تعتبر حاجة يعني مهمة جدا لاراضي التشخيصية بتاعتنا في الحقيقة النوع ده من الصور بنسميه الصور دوبلر الملون وده الحقيقة بيعملنا لون للشكل الوعاء الدمه ويدوت بحيث ان هو لو كان الحركة في اتجاه خارج الجسم اتجاه مثلا الجلد مثلا بيبقى عندي الالوان بتاعتي بتاخد درجات لون احمر لو كان بتتجه في عكس الاتجاه بتاخد لون ازرق يعني نفس الوعاء الدمه ويدوت الدم ده استنتج عاطونه هو طالع لفوق نتيجة لان هو فوق ده هو اتجاه ايه اتجاه الجلد بتاع الشخص دوت لو كان الدم بيتجه لتحت كان لون الوعاء الدمه ويده هيبني في الصورة دي لونه ازرق الاجزاء اللي عندي هنا ديت لونها احمر بيتستنتج ان الدم فيها بيتحرك لفوق والازرق بيتحرك فيها الدم لتحت فبالتالي بقدر من هنا اقدر استنتج ان فيه عندي هنا في الجزء دوت فيه عندي جزء فيه لاخباط شوية يعني وفوق هنا الوعاء ده جاي كده وده جاي كده وجزء ده شكل ان فيه حاجة زي شلالات كده او حاجة زي ممكن اقول عليها دوامات والدوامات دي الحقيقة بتخلي اتجاهات الدم فيها ما تبقاش منتظمة زي بقيت الاجزاء الثانية فيه الاواية الدموية دي فبالتالي ده بتديني فرصة الحقيقة مهمة جدا ان انا اقدر اعرف الاواية الدموية دي هانا هي سليمة ولا لا شكلا ومش بس كده بقدر بقدر بص كمان على سرعة التفق دم فيها ومنها استنتج اذا كان هي برضو يعني عندها اي عوائق لصراعين بتاع الدم ده ولا ما فيش ومنها الحقيقة بنقدر نستنتج يعني التشخيصات مهمة جدا لبعض الامراض المهمة جدا للقواية الدموية برضو الحقيقة زي ما احنا شفنا في التصوير التشريحي ممكن يبقى عندنا مسح الكامل الجسم في القواية الدموية يعني ممكن برضو زي ما احنا اخدنا صورة الكامل الجسم بالشكل ده كده ممكن يبقى فيه عندنا صورة مقابلة لها لجميع اجزاء الجسم كاواية دموية يعني عندي صورة كل الاواية الدموية اللي موجودة في الجسم بحيث برضو لو انا بعمل فحص شامل بالنسبة للمريض بقدر برضو ان انا التصوير بتاع الاواية الدموية ده يدخل معايا في الفحص الشامل ده بحيث لو كان فيه اي جزء من اجزاء الجسم فيه مشكلة لو كان فيه جزء مثلا بتالي يكون جلطة مثلا بقدر انا اعمل لها على طول كشف وبالتالي يتحطرها العلاج على طول مباشرة ما يبقاش فيه اي حاجة مثلا ممكن انها تكون اتناست او ما تمش مراحظتها مثلا في كشف معتاد على جزء معايا من اجزاء الجسم هنا بيبقى عندي كل اجزاء الجسم ممكن مش بس ان انا اشخص بها دلوقتي لا ده انا ممكن بقى ان انا اخليها بالنسبة للمريض عشان اقارن الاوقات المختلفة اللي عمل فيها الكشفات او فحصات عامة اقارن الصور دي ببعضية بحيث ان انا لاحظ على طول اذا كان فيه اي اختلاف ولو دقيق بالنسبة للشخص دوت بين مثلا السنة دي مثلا السنة اللي جاية بحيث لو فيه اي اختلاف يبتدي يبقى الطبيب يلاحظه على طول ويبتدي بعد كده يتعامل معاه بالنسبة للمريض دوت برضو ممكن في حقيقة في الاوعية الدموية ممكن نعمل تصوير ثلاثي الابعاد يعني برضو زي ما احنا قلنا كده ده دي صورة بكلها بتات اشعة مقطعية ممكن احنا نحن نسابغى وممكن في الاخر نعمل تكوين لصورة ثلاثية الابعاد بالشكل ده كده طبعا الوان دي مهياش حقيقية الوان دي بتتحطي كده عشان تدي شكل طبيعي بنسبة للطبيب عشان يبقى شكل القلب مثلا هو بيبص عليه يبقى شكله قريب قوي من القلب اللي هو متعود ان هو يشوفه في التشريح مثلا فهو هنا يعني عامل نموذج كامل للقلب بكل الاوعية الدموية اللي خارجة منه ويسمح نموذج ده للطبيب ان هو يقدر يقلب النموذج دوت ويقدر ان هو يبص جواه ويقدر ان هو يقطع في اي جزء ويشوف ايه الجزء ده شكله عامل ازاي بحيس ان هو يقدر يوصل لتشخيص برضو دقيق نفس الكلام هنا برضو هنا برضو بنبص على الاوعية الدموية اللي موجودة عندنا هنا في البطن فهنا بنتكلم دي كلا واضحة قدامنا وهنا عندنا الاوعية الدموية موجودة قصادنا لو في عندنا اي حاجة شكلها مش طبيعي نقدر برضو على طول نلاحظ ان هي في هنا حاجة مسلا شكلها لونة اسود مسلا في وسط الشكل بتاع الوعية الدموية دوت فنستنتج ان هنا في حاجة لازم نبص عليها ونستنتج هي ايه بالزبط او نقدر نوصل ان هي تبقى ايه بالزبط فدي برضو واحدة من الحاجات المهمة جدا اللي بيسمح لنا تصوير ثلاثة الابعاد ان احنا نقدر نتخيلها كويس قوي ونقدر نشوفها بشكل واضح عكس الصور اللي هي ثلاثة الابعاد شكرا لحسوا متابعاتكم ونلتقي ان شاء الله في الجزء الرابع من المحاضرة الاولى